خلونا ننتقل للرجل المحترم المهندس إبراهيم محلم ومن الواضح وزي ما نقولت لحركم والله والحمد لله الذي يعني هدانا إلى هذا وما كنا نهتدي لولا أن هدان الله لو تفتكروا يمكن أن ما كنت شهنة كنت لسه في قناتي السابقة قبل ما ننتقل لقناة الحياة المحترمة وقت ما تمت إقالة المهندس إبراهيم محلم من رئاسة الحكومة لما قال الرئيس عفتاح السيسي المهندس إبراهيم محلم وعين المهندس شريف إسماعيل خلفا له ناس كتير قالت لك ده قطعر قبل إبراهيم محلم وغراص رئيس بمش عارف إيه عشان الفساد اللي حصل في الحكومة وقضية وزير الزراعة اللي اتقبض عليه ومش عارف إيه وبتاع ووقتها الحمد لله الحمد لله يوميها في نفس الليلة طلعت بالليل في البرنامج وقولت أنه يا جماعة إبراهيم محلم الرئيس أقاله وأقال حكومته عشان ينقذه عشان بيحبه مش عشان عايز ينتق منه ولا كضب عليه ولا كرهه ولا شايف أنه فاشل إطلاقا عما بعض الفشل اللي كان حصل في الحكومة كان من الممكن أن يطال المهندس إبراهيم محلم والرئيس شايف أن إبراهيم محلم طاقة محترمة ونظيفة ووطنية وطاهرة فعايز يستنقذه من هذا التلوث عشان يحفظ عليه للبلد والدليل على أنه أنا بقوله ما يحدث هذه الأيام أن القيادة السياسية في مصر الرئيس عفتاح السيسي بيستعين بالمهندس إبراهيم محلم في كل الملفات المهمة والحساسة اللي الرئيس بيتبعها بنفسه منها المشروعات القومية العملاقة أنتم عارفين أن المهندس إبراهيم محلب هو مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية العملاقة منها أنه تم تعيينه النهاردة أو تم تكليفه النهاردة برئاسة لجنة لحصر أموال وأراضي وأصول وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف وانتم عارفين كمان أنه من فترة من حولي أسبوعين تم تكليفه من قبل الرئيس الجمهورية برئاسة لجنة حصر أراضي الدولة الأراضي اللي اتشفتت واتنهبت على مدارة 30-40 سنة مهمس إبراهيم محلب كمان هو المكلف بحصر الأموال الأراضي اللي اتنهبت دي وكيفية استعادتها إذن هذا الرجل محل ثقة من القيادة السياسية ومن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مصر وأعتقد من كتير جدا من المواطنين المصريين الذي لم يروا من إبراهيم محلب إلا وطنية وجهد واحترام القصة هنا بقى محترمة جدا وأنا أعتقد أنها بداية فتح ملف مهم موضوع أصول وأموال وأراضي ووزارة الأوقاف لأن الليلة دي الحقيقة الليلة غامضة وملف شائك أنا الحقيقة مش فهمه ومش عارف الأوقاف دي يعني إيه يعني وقف المين ومين اللي بيديره وكيفية إدارته وليه هو تابع لوزير الأوقاف وفاكرين سبحان الله برضو أنا مش عايز أتدعي الحكمة بأثر رجاية بس فاكرين لما من شهر كده شهر ونص قبل رمضان مباشرة كنت بقول لحضراتكم مرة ويمكن بعض الناس قالت إيه يا تبا اللي انت بتقولو ده قلت لهم أنا مش عايز المنصب بتاع وزير الأوقاف اللي هو المسؤول عن الجوامع والخطب الدينية والإفتاء ومش عارف كده يبقى اللي علاقة بالأوقاف أنا عايزي بقى فيه فصل في الوزارة ديه يبقى فيه حاجة اسمها وزير الشؤون الدينية وزير الشؤون الدينية اللي هو مسؤول بقى عفال عن الخطب والخطاب الديني والشيوخ وتأهيل الشيوخ وتأهيل المش عارف إيه اللي بيصعده على المنبر ومش عارف إيه وكذا والمناسبة بقى أكلمكم في آخر الحلقة عن الخطبة الموحدة بتاعت بكرة أو المكتوبة لكن هي دي قصة أما ما سألت الأوقاف دي حاجة تانية خالص إيه علاقتها بالدين إدارة أوقاف وقفة عن أرض فلوس أثر بيت إيه علاقت ده بالشؤون الدينية عشان كده لما أقولت لكم مرة أنا بنتخيل أن وزير الأوقاف في مصر ممكن يبقى مسيحي لأنه أنا عايز أفصل ما بين فكرة الخطابة وما بين أنا أجيبه واحد مسلم مسيحي المهم يبقى درجي كويس يدير الأوقاف فلوس إدارة أوقاف دي يعني إدارة فلوس إدارة أصول استثمار اقتصاد ليه بقى حطين لتنين مع بعض أنا طول الوقت ده لغبنزيوم متولدت لغز بالنسبالي لا يمكن حله فكرة بقى أن الرئيس المهندسي برميحلب يترأس لجنة لحصر أملاك وزارة الأوقاف دي معناها إن وزير الأوقاف كده بيقولوله شكرا الموضوع عنك إنت إحنا هنشوف الموضوع هل ده بداية لفصل القصة زي ما أنا طالبت كده ربما لكن قطوة على الطريق لحل لغز كبير عمل زي سنة دي الخاصة لغز سنة دي الخاصة كنانا مش عارف بتاعت مين وبيخشان فلوس منين وبيتروحوا منين وتابع مين فالقصة محتاجة إنها تتزبط وأعتقد إن دي بداية التصبيت وبيخشان فلوس